النادي الاهلي طبعا من غير ما اتكلم التاريخ بيقول النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في جميع البطولات في جميع البطولات اللي حصدها واللي حصل عليها اللي دخل لعب فيها وحصل عليها صح احنا حاسين وعلى فكرة دي حاجة مش وحسي دي حاجة كويسة احنا حاسين بالزعل شوية لاخسارة مباراة السوبر الافريقي اللي هي كانت من 3 اربعة ايام حاسين بالزعل شوية هو فيه تأثير من ناحيتنا وفيه حاجات مش بقدينا نخلينا واحدة واحدة بس هنا ونتكلم مع بعض يعني بقى رياحية شوية احنا كنا مخصرين وعايز اقول لحضراتكم حاجة احيانا لما فيه مباراة وفيه فروق فنية كبيرة وانا واخد بطولات كتير السنة الفنة انا بتكلم على نفسي كالعيد كور كالعيد كورة سابق يعني ودلوقتي مشجع مشجع النادي الاهلي وافتخر بذلك احيانا بتحس ان انت داخل على مباراة والفرقات بينك وبين الخصم كبيرة شوية وانت محقق موسم تاريخي تاريخي واخد كل البطولات على فكرة تسعة وتسعين وتسعة من عشرة من دينا احنا حتى كجماهير كنا متوقعين ان النادي الاهلي يكسب تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية كنا متوقعين ان الاهلي يكسب يكسب بصعوبة يكسب واحد سفر يكسب برقالات ترجيح بس الاهلي حيكسب ما كانش في بالنا خالص ان النادي الاهلي ما حدش فكر فينا بصراحة ما حدش فكر فينا ان النادي الاهلي ممكن يخسر ماتش زي ده قدام مع احترامي الكامل لنادي اتحاد الجزارة او اتحاد العصاني بس كل اللي في بالنا يمكن ده تنقل للعيبة واللعيب بشر فيه اخطاء فيه اخطاء والحمد لله الحمد لله ان طبعا الحمد لله على كل شيء بس بحمد ربنا ان جات بدري ارسة ويد لأ خلي بالا موسم صعب في جميع البطولات بدأنا اه فيه تأثير مننا فيه ثقة بالنفس زيدة شوية عن الحد اتنقلت للعيبة حتى الجماهير بقول لحضراتكم ما كانش فيه حد عنده شك نصف المئة ان النادي الاهلي ممكن يخسر كاس السوبة ولكن دي كورة دي كورة وتعلمنا في الكورة كتير والدنيا تعلمك اكتر كمان فالخسارة زعلتنا كلنا ولكن واضح ان كان فيه تربص في المباراة دي للنادي الاهلي الجميع اتكلم على التحكيم وجبنا لقطات وحنجيب لحضراتكم لقطات لبعض المباريات ونفس الفقرة او نفس الحالة اللي جي منها ركلة الجزاء على مروان عطية هي هي بتاعة كهرباء ونفس الجول اللي اتلغى الكهرباء جي اكتر من مرة وحنجيب لحضراتكم برضو صورة بالفيديو بالصور وحنوقف وحشوفوا حضراتكم ان هدف كهرباء كان لابد ان يحتسب وهدف صحيح مليون المية واضح ان فيه تربص الجميع قال ايه كان فيه اخطاء تحكمية ده بس اللي بيقوله اخطاء تحكمية بيتفطبوا شوي بيتفطبوا شوي الناس قالت التحكيم كان سيء لا التحكيم كان فاجر التحكيم في مباراة الاهلي والتحاد العاصمة الجزائري كان فاجر كان تحس ان فيه تعمد ان النادي الاهلي ما ياخدش البطب انا بتكلم على حاجة تانية انا بقول اه كان فيه تأثير من لعبة النادي الاهلي كان فيه تأثير كان فيه اخطاء من الكل ولكن انا بتكلم على حاجات تانية كتوضحة جدا 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 للجميع مش ما بعلقش زي ما بيقولون معلق شمعت مش عارف اللي هزيمة لا انا بعلقش بس انا بحلل اللي كان في اليوم دوت او في المباراة دي تحكيم فاجر وليس سيء تحكيم نازل يخسر النادي الاهلي في المباراة دي سواء داخل الملعب او خارج الملعب الاخت اللي كتقعدة على الفار الست اللي كتقعدة على الفار دي فواضح ان المباراة دي او اليوم ده ما كانش يوم لعبة النادي الاهلي كان فيه تعامد وتربص ان النادي الاهلي لازم يخسر المباراة دية تحكيم زي نقول لحضراتكم فاجر فالأمور كلها الحمد لله الحمد لله خلاص اللي حصل حصل احنا قلنا بلكده لما بنكسب بنتوي الصفحة بنقفلها خلاص ونبص لللي جاي فما بالك بقى وإحنا خسرانين كله زعلان طبعا اللعيبة زعلانة وحسة ان هي كان لازم تاخد البطولة دي وقصرت في حق جماهيرها وقصرت في حق نفسها فهم النهاردة بداية موسم بداية موسم جديد لعيبة النادي الاهلي حاسين ان المسئولية تقلت عليهم من البداية لعيبة النادي الاهلي بيسعوا اليوم ان هم تبقى البداية جيدة وان هم يصلحوا جماهيرهم اللي زعلانة يصلحوا جماهيرهم اللي زعلانة النادي الاهلي تاريخ كبير في الكل المصرية والعربية والافريقية